الرئيس النمساوي يفاجئنا بتكليف نهامة بتشكيل الحكومة بعد فشل كيكل ودي ممكن خبرنا الأول مساء الخير دكتور منضوح ولجميع السادة المشاهدين والمتابعين على النمسا ميديا طبعا بنحب البداية انهني يعني النمساويين والنمساويات وكل من هو موجود في النمسا باليوم الوطني النمسا واللي هو حيكون فعليا غدا وهيتم الاحتفال في بالهلدن بلاتس وكتير من مناطق الحي الأول فيينا والموردلمان رح يكون مفتوح والمستشارية مفتوحة والرئيس النمساوي رح يستقبل جميع والجيش النمساوي رح يعمل عروض كتير مثيرة والشرطة وما إلى ذلك ما بين الراتهاوس بلاتس ساحة البلدية والهلدن بلاتس عند المستشارية النمساية فحيكون يوم صراحة فمتمنى يكون يوم سعيد على النمسا والنمساويين جميعا الموجودين في النمسا أما موضوع الانتخابات كنتم ممنوحة يعني فعلا مثل ما حكينا أعتقد هاي القراءة اللي كانت موجودة عنا فعليا واللي بصراحة ما بتزكأ كتير كانت واضحة من ما قبل قبل 29 سبتمبر يعني ما قبل الانتخابات النمساوية أصلاً كانت هاي الرواية واضحة لن يتحالف أحد مع كيكل لن يضع أحد يده بيد كيكل كارني هامر وأندرياس بابلر متفقين ومن خلفهم أيضاً رايزينجر وداعمهم الرئيسي ألكساندر فاندربلن أبداً فقط فبالتالي ما شهدته النمسا سازم دوح هي فعلياً حالة تاريخية لم تحدث بتاريخ النمسا الحديث بتاريخ النمسا الحديث بعد الحرب العالمية الثانية لم يقم الرئيس النمساوي مباشرةً بتكليف الفائز الثاني أو الرابح الثاني أو الأعلى لو دي ممكن المرة التانية لأنه عملها تسار غير غير أما بشكل مباشر بشكل مباشر الرئيس يكلف هذه المرة الأولى بتاريخ النمسا إذن النمسا شهدت حالة تاريخية بتكليف الحزب الثاني الناجح في الانتخابات أو من حصل على أعلى الأصوات على ثاني أعلى الأصوات في الانتخابات 2024 هذه كانت المرة الأولى سابقاً في حالة بالألفين تقريباً يعني 99 إلى الألفين بالضبط عندما شوصل ومين كان وكان يمكن كان برضو فيه اعتراض على يورك حيدر يورك حيدر فبالتالي أعطى فوراً فهو قال له هو كان الرابح الأول إذن فكلف أنه اتفقوا أنه يخرج من الحكومة يخرج بالضبط يخرج ويكلف شوصل فعلياً بتكليف الحكومة تكليف الحكومة وكان برضو فيه اعتراض على الحزب الحرية هو كان مؤتلف معه كان مؤتلف معه لكن ليس المستشار فعلياً لا هما احتفظ كان قرار حزب الشعب نحتفظ بالمستشارية هيدر لا يشارك فيه اعتراضات ما يشاركش في الحكومة وبالتالي هو راح رئيس لولاية كينتون وكانت ريزباس بس حزبه بقي سوزانا ريزباس سوزانا ريزباس هي اللي حالفت معه شوصل فبصراحة يعني خلينا ناخد الموضوع من منحة آخر فأعتقد أن النمسا والرئيس النمساوي استطاع يعني حتى الآن حتى نكون دقيقي لأنه في عندنا أخبار أخرى يعني أعتقد فيها قراءات مختلفة حتى الآن على ما يبدو أن الرئيس النمساوي استطاع يعني أن يسحب غضب الشارع أن يسحب غضب النمساوين حتى إذا لاحظت أن تردد فعل هيربيت كيكل كلها إحنا جاينا على أخبار أخرى ما رح نحجم خبر على خبر كانت يعني تقريبا متحرزة للغاية يعني وهادئة جدا تقريبا وعقد البرلمان بالضبط وانتخبوا رئيس البرلمان من الحزب ولكن الرئيس النمساوي فعلا قاد المرحلة يعني تقريبا بعد 24 يوم من الانتخابات المساوية 23 إلى 24 يوم تم تكليف كارل نيهامر بتشكيل هذه الحكومة طبعا كارل نيهامر خرج وقال أنا أقبل هذا التكليف وسأعمل على مفاوضات سريعة والتي فعاليا بدأت من اليوم الجمعة مع أدرياس بابلر إضافة أنه سيلتقي بوقت لاحق لا أعرف اليوم أو غيره مع حزب الخضر مع فيرنا كوكلر ومع رايزينجر فبالتالي ودي ممكن المرة الأولى اللي تكون فيها حكومة ثلاثية بالضبط المرة الأولى أيضا بتاريخ النمسا في حال حصلات ستكون أيضا مرة أخرى ولكن ما عنده خيار سيدي الكريم الرئيس النمساوي قال له قال له لكارل نيهامر قال له أنت بالضبط حكومة نريد حكومة مستقلة وأنت والإس بي أول لا تستطيعون تشكيل هذه الأكثرية في البرلمان فبالتالي لابد من وشود شريك ثالث معهم طبعا الرئيس لم يسميه ولكن خلينا نقول بشكل أو بآخر كل الأضواء تحول حول النيوز وريزينجر فأعتقد أنها بصراحة ستكون حكومة مفيدة جدا حكومة جيدة جدا ليست حكومة لا ضد اللاجئين ولا ضد المهاجرين ولا ضد أي أحد بالنمسا ضد الأفكار السوداوية ستكون مشكلة بالتساوي تقريبا بعدد الوزارات ما بين الشعب والإس بيو إلى حد ما والشريك الثالث سنشاهد ما هي الوزارات التي سيأخذها ولكن حتما الحزب الحزب الاشتراكي سيعمل على أخذ وزارات العمل وزارات الشؤون الاجتماعية وزارة الاندماج وزارة الصحة يعني هذه الوزارات العملية التي فعليا تخدم المواطن بشكل يومي الداخلية الخارجية الدفاع أعتقد والمالية بالضبط ستبقى مع هذه الحقائب مع حزب الشعب لأنها يعني إلى حد ما تاريخيا يعني إلى حد ما هي مرتبطة بهذا الحزب بشكل وثيق ولكن لا أستبعد أن نسمع بعض المفاجآت طبعا مع استمرار المفاوضات يعني أعتقد ستكون حكومة ممتازة جدا ومريحة جدا وبعيدة عن الفوضى وستعمل على إعادة ترتيب الأوراق وكاردني هامر بزا قال لك نحن فعلا على ما يبدو كنا مخطئين سابقا فلابد من إعادة النظر في العديد من القضايا ما هي القضايا؟ سنسمعها في البرنامج الانتخابي البرنامج الحكومي يعني إحنا ممكن نقول أن الحكومة القادمة هي حكومة إصلاح واستقرار 100% حكومة مقبلة على كارثة اقتصادية يا سيد الكريم وعندنا أخبار كتير اليوم بتقول بهذا السياق ترجمة نانسي قنقر